بسم الله الرحمن الرحيم انا ياحي غانم سيد امراض بطن والسكر كل الطب بجامعة اسكندرية وانا جاي النهاردة لقيت واحدة ست جارتي بتقول لي ايه حكاية الحمل والسكر قلت لها حاجة والله الحكاية الحمل والسكر دي حاجتين قلت لها حاجتين ازاي قلت لها ان واحدة ست يكون عندها سكر وتحبل وواحدة ست ما يكونش عندها سكر وحبلت وجالها سكر قلت لها هي تفرق قلت له اه تفرق قلت لها ازاي قلت لها والله الست اللي عندها سكر وعايزها تحمل بتخطط للحمل هي تتخطط ازاي قلت لها ان هي بتروح لدكتور بتاع السكر بتاعها ودكتور امراض الناسة تقول لهم انا عايز اخطط الحمل فدكتور الناسة يقول لها والله روح يرجعي دكتور السكر تروحوا دكتور السكر يقول لها منفضلك اعمليلي مراقبة ذاتية تعمل الصايم والفاطر وبعد الغداء اعمليلي السكر التراكمي ولو السكر التراكمي اكتر من سبعة احنا هنأجله لحكاية دي سبعة شهور لكن في نفس الوقت يقول لها منفضلك عايزك تعمليلي الزلال الدقيقة الزلال الدقيقة ده واحدة من مضاعفات الكلعة السكر لان ساعات لما يكون فيه زلال في البول حتى بيسموه الزلال الدقيق لازم نخلي بالي ولازم لو فيه ضغط اصبطه قبل الحمل لما الامور بتستقر والسكر التراكمي بقل من سبعة ونقلل الزلال بنحاول ان احنا نغير النظام لكن لو هي مضبوطة على الحقنتين بنخليها وده بيبقى صعب لكن اغلب الظن بنستعمله النظام ان احنا بندي قصير المفعول مع الوجبات فطار وغدا وعشا وحاجة قاعدية بتشتغل 24 ساعة والستة دي بنتباحها كل شهر لكن اهم حاجة عندها الستة دي انها تعملين حاجة اسمها المراقبة الزاتية في الكراسة بتاعتها بتعمل يوم صايم يوم بعد فطر بساعتين بعد الغداء بساعتين بعد عشر بساعتين ثلاثة صباحاً وتقيس في الوقت اللي السكر فيه بيزيد ويقل عشان الدكتور بتاحها يقلل له ويزود له الجرعات ومسلا بمرة كل شهر تعمل حاجة اسمها السكر الفراكتوزي اللي بيوري السكر في الجسم ثلاثة السابيع والتراكومي كل ثلاثة شهور اللي هو السبع اتي طب وهو فيه سكر اسمه سكر حامل قلت لها اه ان الستة دي ما عندهاش سكر وحملت لكن دكتور النساء بتاعها شاطر شايف ان امها عندها سكر او البنت دي كانت سمينة او خدت حاجات مساعدة انه يحصل حمل او حملت قبل كده وجابت طفل عنده اكتر من اربعة كيلو او حصلها اجهاض متكرر بيبتدي الراجل ده في الاسبوع الاثنين وعشرين الاسبوع اربعة وعشرين عنده حل من اثنين يعمل لها اختبار سكر يدخل دي خليها تروح المعمل ويديها خمسين جرام جولوكوز ويحيس بعد ساعة لو طلع اكتر من مية واربعين يعمل لها حاجة اسمها منحنة سكر او من قصيره يعمل لها منحنة سكر لو لقيها عالية يجيبها صايمة من تمانية لعشر ساعات وياخد منها عينة وياخد ديها خمسة وسبعين جرام جولوكوز ويقيس بعد ساعة و ساعتين في نظام تاني غير كده انه هو الراجل ده من غير ما يعمل لها الاختبار المبدئي اللي هو الخمسين جرام يقول لها يعمل لها منحنة سكر تلت ساعات صايمة وبعد قدي مية جرام جولوكوز وبعد ساعة و ساعتين و تلت ساعات لو لقينا الارقام اكتر من الطبيعي الستة الطيبة دي بتبتدي نظام غذائي مع الانسولين وبرضو بنعلمها زي الشخص اللي عنده سكر وجاء حمل انه يعمل مراقبة زيتية صايم وفاطرة وبعد الغدار وبعد الغداء يقيس الضغط بصفة مستمرة يدور على الزلال بتاعه في البول يمشي على نظام غذائي يعمل فحص قارعين للشبكية الله ودي مهمة اه طبعا لانه احيانا لما بيكون فيه متاعف في الشبكية بنخاف ان الستة تولد ولادة طبيعية لانه القوة انها ان اخراج الطفلة دي ممكن تؤثر على الشبكية اللي موجودة عندها اه يعني الحامل اول اول تانية ممكن نعمل لها الزلال الضقيق واختبار حمل طيب بالنسبة للستة الاولانية اللي عندها سكر وحملت بعد ما ولدت وقبلتنا طفل كويس جرعات الانسولين بتقل لكن ما توقفهاش بترجع الطبيب بتاعها عن طريق المراقبة الزيتية ويبتدي يقلل الجرعات وبنطلب منها ان هي تأكل او تردأ الطفل بتاعها لان ان شاء الله عمره ما هيجيله سكر لانه هي النوع الاول ده لا يورس لكن النوع التاني اللي جاله سكر الحمل ده ده مهم لانه بنسبة 80% جرعات الانسوليني اللي بتاخدها اثناء الحمل بتقل او بتروح بعد الولادة اه بس بقولها خلي بالك وخليها على اليوم الاربعين تعمل تحديل سكر صايم مفاطر وتراكمي ونرجع الامر معها مرة تانية اتمنى لكل اصدقائي عندهم سكر السلامة شكرا جزيلا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة